الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بداية ولياته الثانية يعترف أنه لا يملك السلطة وبأن دوره يعتمد على الإقناع ومحاولة جسر الهوة بين الفرقاء وأشار إلى أن سلطة الأمين العام حدودة التأثير جوتيريش حدد عددا من التحديات التي تواجهه العالم وأبرزها جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ فضلا عن توترات الجيوسياسية التي تهدد بخطر للاعي نزاعات جديدة في مناطق اختلفة وانتقد كيفية مواجهة الأزمات الحاصلة في النظام الاقتصادي العالمي معترفا بأن العالم يحتاج إلى إصلاح نظامه المالي من أجل المساعدة في التصدي لوباء كوفيد-19 يخرج العالم من أعماق أزمة اقتصادية خانقة لكن الانتعاش الاقتصادي لا يزال ضعيفا وسط تدعيات الوباء المستمرة وتحديات سوق العمل المتواصلة والاضطرابات المستمرة في منظومة الاستيراد التجاري وارتفاع التضخم وتعدد الديون الدولية هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي باتت تكلف العالم كثيرا منشيرا في ذات الوقت إلى أن التغيرات التي يعيشها العالم سترسخها تدعيات المنظومة جديدة من السلوك السياسي والاقتصادي الحديث أظهر العمان الماضيين حقيقة بسيطة لكنها قاسية تتجلى في حال الفشل في توسع معدلات التطعيم وسيؤدي هذا إلى تغيير نمط الحياة اليومية والجمود الاقتصادي بسبب هذه الجائحة وحذر جوتاريش من أن العديد من البلدان النامية لديها موارد قليلة جدا وديون عالية تتزايد وتدفع معدلات الفائدة أعلى بكثير مما هو عليه الحال في أوروبا أو أمريكا الشمالية وليس لديها لقاحات وتعاني من آثار تغيير المناخ بشكل غير متناسب وانتقد النظام المالي الذي يحاب الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة